من ضمن الاسئلة انا محتاج ارد حضراتك ضروري انا اه في مدرس الدولية يعني مدرس مساعد للاسف سألوني في الانترفيو على المرتب المتوقع اه وتحت الحيح جهبت انه تلاتة ونص. ليت شعر قاليتلي فعلا? انه كنت هقولك كده هل المرتب كده ضعيف? لا هو في الاغالي بالكوتيتشار بيكون المرتب كده زي ما انا قلت. انه الكوتيتشار ممكن يبقى مرتب وبيلعب فيها زندي على فكرة فيها مكين تاني بياخد الفين جنيه. ازاي في الزمن ده? اه لانه بيقول لك لسه هيتعلم وممكن ساعت ياخد دروس يدي دروس يعني فااااا فنصيحتي لأ عادي ان انت تقبالي بهذا المرتب كبداية. ممكن يعني ايه كان الرنج عندها من تلاتة ونصة الاربعة لكن استحالها هيزودة اكتر من كده طبعا على حسب المدرسة. عادة الكوتيتشار بيكون المرتب بتاعه اقل من المرتب المدرس. لسه يعني لو كوتيتشار لسه بيبدأ. المدرس حديث الخبرة بيتعين بكم? فبيتعين خمسة ستة اتلاقي بياخد تلاتة تلاتة ونصة. بستة سابعة اربعة وهكذا. كل ما يزيد بنقلل شويتين بيكون مرتب الكوتيتشار. وربنا اوفقك وكتب لكم لخير. ومرة تانية نخلي بانا احنا ما نقولش مرتب متوقع ده ابدا تاني. فدي غلطة نحاول لأي حد. خلي بانكم من الموضوع ده ما تقولش. ولو اعطوك الزهب هو الفضة. ماي على الموضوع. قول على حسب الاسكيل اللي حضرتك ووضعينه. على حسب او مهراتي. لو انت عندك خبرة اللي ما عندكش خبرة. يعني انا حابب بناء اشتغل في المدرسة فحابب بعرف المرتب اللي حضرتك وهتدعوه. انا مش بس بركز على المرتب انا بركز على فرصة التطور والنمو. واتقولك طب قولي برضك يعني انا ما عنديش رقم محدد ولكن ممكن حضرتك الرقم اللي هيتقلي نتفاوض او نتكلم معاه. انا قابل لي التفاوض. ولكن خليك مصر على انك ما تديش اي راتب. دي نقطة مهمة جدا. وربنا وفاقك واكتب لكل خير.